خلينا نخدها واحدة واحدة بذكر الكحكة ما فيش حد بقى مش هيحب يشوف طبق الكحكة والبسكوت والغريبة والبيتيفور والحاجات الحلوة دي في حاجات برضو بيعلموها للصغيرين اسمها التيبل مانرز أو اسمها ايه؟ أداب المائدة أداب حتى أكل الحاجات دي بشكل مايدورناش مايئزيناش بس مش قوين ما بقى ندخن أو نخس بس مانتقزيش ايه؟ ازاي؟ نعمل ايه؟ هو بصي هقول لحضراتك حاجات مادة دي بيد أنا ما بحبش الكحي يتدخل جنب الأكل يعني احنا لو هتاكلوا ممكن تعتبروا وجبة هو فيه مدارس مختلفة ده الحلو هناخد مدرسة مدرسة ده احنا بنحلي بيها دوك هناخد مدرسة مدرسة فيه ناس بتقولك إيه؟ لأ انت بدل ما هتخرجي عند الناس كتير وهتضطري تلوحي من واحد لواحد لواحد تضطري تاكلي عند أي حد فأنتي الصبح تاكل في طارق العادي اللي هو مثلا فينجان قهوة مع مثلا حاجة بروتين بس كده انت بحس ان انت ما تاكلي تبقى بطنك يعني شوية مليانة وانت اصلا واغض على انك انت صايمة طور رمضان فانت كده بطنك مليانة لما هتروحي عند حد هتاخده كحكاية بتفورية مش أكتر من كده لان انت ما عندكش النهم اللي انت جاعانة وما كلتيش لغاية لما روحتي له بالذات دي مدرسة المدرسة التانية لو انا في بيتي يعني مدرسة انه قبل الحلويات يبقى بطني فيها حاجة مفيدة يعني اكلت حاجة فيها بروتين شبعة شبعة نفسي لو اخدت حاجة ما ترفعش الانسولين وفي نفس وقت تعملي نوع من انواع الاجباع فانت كده بتاخدي ايه بتاخدي حاجة يعني تحس ان انت شوية يعني عارف عنينا مليانة بقى داخلين داخلينة عند الناس عنينا مليانة المهم يعني فيه حاجة تانية بتقولك تكلي ممكن تكلي اتنين بتيفور اتنين كحك اتنين بسكوت مع العلم ان الكحكة الواحدة متين سعر حراري كيلو الكحك خمس تلاف وستمائة سعر حراري بس عشان نكون بدءا زي بدء انت عارفة ان فين بعض الناس بيحطوا السعرات الحرارية جنب العلبة عشان نلاجرهم والناس لما يشوفوا ضميرهم يقنبهم ولو ولو اه بس هو تقنيب الضمير في حد ذاته غلط يعني تقنيب الضمير في حد ذاته برضو انت يخليك طوالوقت ندمانة فان تقنيب الضمير لو ما نعكيش ان انت تعملي يبقى احسن براش منه تقنيب الضمير قبل تمام يعني قبل الاكل مش كده لأ هو يعني بس حلوة الحراري كمتدة اتنين 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 اه بالزبط ده كتير لكنه مش كارثي بالزبط كتير قوي ده طبعا مع العلم ان مرضى السكر بينفعش خالص يعني مرضى السكر لازم يكون مضبط مع الدكتور بتاعه الوحدات اللي بياخدها والسعارات اللي بياخدها ايه اللي تلزمه بالنسبة للدواء بتاعه مفيش في العموم ناكل اتنين 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 القصة دي لا في عندنا من حاجات الممتازة جدا جدا اللي بتساعدنا على ان نتزبط سكر الدم الحلبة برغم ان فيه ناس مش بتحبها لكن الحلبة من الحاجات اللي بتزبط مستوى سكر الدم جدا جدا ممكن ناخد اتنين تلاتة في اليوم مثلا في اليوم الكحك ده مثلا هيزبط شوية سكر الدم ما فهاش مش كده بس من غير سكر طبعا شي اغدر من الممتاز جدا احنا افترنا كده الكحك بتاعنا هنيجي على الغداء الغداء طبق صلطة كبير جدا جدا لان احنا الخضروات بتقلل من امتصاص الدهون يعني كانك بتعملي شبكة كده بتشوية بتعملي بتقللي شوية الدرر يعني احنا احنا قلنا ان الحلبة بتزبط سكر الدم يعني بتحول تزبط لفل الكروستيرول برضو في الدم بتزبط سكر الدم ده برضو عشان نفهم كلام حضواتك علميا مزبوط فما يبقاش عنتي طول الوقت الرغبة ان انا اكل حاجة مسكر يعني ده قصد حضواتك مستوى الانسولين في جسني يبقى مزبوط بالزبط برافو عليك بنداكل طبعا طبق صلطة كويس بس طبق الصلطة هنشيل منه بقى الحاجات اللي هي فيها شوية ايه سكريات مع يعني طبعا احنا عارفين ان الخضروات فيها برضو جزء من بالزبط رفينوز يعني احنا مش هنحط جزر مش هنحط فلفل الوان مش هنحط طماطم منحط ايه بقى جرجير الاخضر بالدرجات الاخضر بالدرجات برافو عليك بقى دونس جنزبيل شلتي الالوان ليا دكتور واشلنا الالوان عشان اتكلنا كحك الصبح اه اوكي ده طبق صلطة هنتاع وناخد البيوتين بتاعنا في صورة سمت في صورة في صورة في صورة ما هو فسيخ وكحك ايوة انا دلوقت هنتكلم على الفسيخ بقى ناكره ازاي يوم العيد هنفتر كحك وهنتغدى في صيخ ماشو الله ماشو الله نحاول نلعب رياضة يعني على قد ما نقدر يعني نتماشى في البيت حتى في ترقة البيت ثلاثة اربعة مرات مش هقول ان انا لازم اروح الجيم يعني نحاول نلعب رياضة انا حقيقة عايزة اسأل حليك سؤال كده هو لو في يوم بوزنا في الدنيا واحنا عارفين انه ممكن ده يحصل ما تبوزيش عاشا وغدا مثلا يعني احنا لو اكارنا الغدا كده اجي العاشا ممكن ما تعشاش او اخد زبادي بس كده اخد زبادي معا خضار مثلا انا عايز اخد بسبر خضار اللي احنا قلنا عليه لكن الملطق فتاعة خلاصنا هي ايام عيد وثلاثة اربعة يام دي تدور حرام يعني احنا لو احنا لغباتنا في وقب اللي بعدها نحاول ناخد بنا لو لغباتنا في يوم يبقى اليوم اللي بعده ناخد بنا عشان بس الدنيا ما تضربش لان وانس ان حركة عودتي على مستوى سكر معين انت هتبتدي تطلبيه وتبتدي تضايق وتزعلي عشان كده احنا قلنا ان فيه ناس في بداية الصيام يعني كان فيه لقاءات ليه في الصيام ناس بقى مترفيزة جدا وزعلانا انها صايمة ده عشان انسحاب السكر بعد ثلاثة اربعة تيان هو ادمان الفكرة في كده اذا تاني هنرجع اليوم اللي ايزة جبه عشان بله لابا احنا نتكلم على الفيسيخ ورنجة بعد شوية احنا وصلنا لطبق السلطة دلواج عشان نعوض الكحك بتاع السلطة ناكل اللحوم بتاعتها في صورة فراخ في صورة سمك في صورة لحمة لو هم عندوش مشكلة معها وبعدين ما بينهم بقى هنشرب المشاريب اللي هي مفهاش سعرات وياريت من غير سكر افضل من غير سكر او سكر ستيفيا يعني بس يعني انا على مضض مفيش مشكلة فيه سكر ستيفيا كويس قوي ده عبارة عن نبات مش بيزود قوي السعرات الحرارية مفهاش اي مشاكل فيه بالضبط والعشاء قلنا زبادي حالو ده يوم زي ما كده يعني بالبلد مرتاح نكلنا براحتنا بس ما خربناش جسمنا يعني بالضبط يعني كلنا كه هقول لحضرتك حاجة الفكرة ان انت يعني الواحد انت الحاجة اللسان بيتزوق الحاجة منجرد ما بتحطيها عليه مش عشرة وخمستاشر احب اقول لحاجة مثلا لا لو مسكت واجبة عبارة عن سمك ولحمة وفراخ وبيد وجبنة وش عارف ايه وخلطتهم على بعد وكلتهم الجسم مش هيميز يعني الجسم مش بيميز هو جايه له حاجة معينة تطلع الانزيمس الخاصة به اذا ان انا ممكن قدي نفسي فرصة ان انا اتزوق الحاجة وكلنا بنغلط انا مش هقول لحضرتك انا ما بغلطش انا بغلط وممكن اممكن بردو بعد احيان كلنا باللغبط مفيش مشكلة بس مش نفضل اللغبط على طول وما يبقاش ده السلوك المستمر براو عليك طيب